قبل أن أغوص يعني في شغلك أتمنى أن تشرح لي كيف قتيت إلى الأدب ونشرك يقول أنك ريادي في الأعمال وأنك مراجع بالجهاز المركزي للمحاسبات ده سؤال إجابته لها شقين الشق الأول يبدأ من الطفولة منذ البدايات خالص أنا طفل وحيد بدون إخوات وطبعاً وجود طفل وحيد في المنزل بيبقى معقد شوية الوالده لأنه هي إما تزيد جرعة الدلال عنده فممكن يطلع متدلع زي ما نقول في مصر أو يتم تربيته بطريقة صارمة وده ما حصلش الاتنين ما حصلوش هو كان الموضوع متوازن بس هي الفكرة عشان يتم خلق عالم بديل لهذا الطفل الوحيد لأنه ما كانش فيه طبعاً وسائل التواصل لتها دلوقتي والحمد لله ده ما كانش موجودة يعني ايه فعلاً بالزبط فكان الوقت أقضي فين هنبدأ نقرأ فبدأت ببساطة بروايات مصرية للجيب اللي هي روايات اللي تبدأ على الأرصفة ثم بدأت أمسك هذه الروايات أنا ومجموعة من أبناء عمومتي فنعيد تركبها بشكل جديد يعني نلعب هذه الأدوار مرة تانية اللي هي عملية التأليف ببساطة مثل أي رواية؟ مثلاً رواية موراق الطبيعة دكتور رفعة اسماعيل دي كلها كاتروايات رعب كاتبها رواية اسم دكتور أحمد خالد طفيق الله يرحمه عروف فطبعاً يعني تخيل بقى أن أنا مثلاً أنا دكتور رفعة اسماعيل وهنبدأ نعمل قصة متخيلة بالكامل عما يحدث الموضوع بدأ بتلك الطريقة وبعدين نبدأ بقى تأليف وهذا التأليف يتحول إلى ورق يعني وأنا عندي 15 سنة بالزبط بعد وفاة والدي أنا فاكر حتى كانت القصة عن عمدة صعيدي بيربي تمسح عنده في البيت عشان يخرجوا على الكارية كل شوية فالكارية تخاف فتلجأ له هي قصة غريبة وأنا حتى مش لاقي المخطوط بتاعها ده كان بيتكتب بيدي بالفصحة بالفصحة بالعربية وبالفصحة حتى بعدت نسخة البنت عمتي وقتها بنت عمي وقتها ولما قارتها يعني ضحكت واستغربت القصة فطبعا دي كانت البدايات الأولى مع سن العشرين كانت ساعتها الثورة جات في مصر وكنا بدأنا يعني فيه طبعا طاقة كبيرة لتكتابة والتأليف في كل حاجة فأنا بدأت أعمل وقتها حاجة على الفيسبوك اسمها منامنامات القاهرة وده كانت شغلاني هي فكرة توصيق المشاهد اللي بشوفها في المترو وفي الشارع حظر التجوال وقتها بعد الثورة بعد الثورة على طول وخلالها ولكن ليست عن الثورة تحديدا يعني يمكن الكاتب الكبير إبراهيم أصلان له كتاب اسمه انطباعات صغيرة حول حدث كبير كانت أشبه بذلك وعلى الجانب عمال أقرى طبعا ديروايين كتير جدا لغاية ما القرار أغلب الناس حوالي بيقوله كان متأخر وصل مع سن الواحدة والتلاتين لما نزلت رواية اسمها تلاتين أبيب مع دار اسمها باتانا هذه الأولى الأولى بعد وفاة والدتي وأنا لا أعتبرها رواية بشكل كبير ولكن هي كانت وكأنها صرخت عزاء مقابل وفاة والدتي في 2020 عام كورونا وهي رواية صوفية وهي لا تعبر عني بشكل كبير بكل صراحة ولكن هي تعبر عن الشخص اللي كان موجود وقتها ويريد الحديث عن الأحلام والصوفية من هنا كانت البداية الأولى اللي باعتبرها كانت انطلاقه لأن ما بعدها أنا طول الوقت عندي أكتر من شخصية طبقا لطبيعتي كانت أعويد عن الطفل الوحيد فنلعب أكتر من شخصية فأنا موظف حكومي الوظيفة الحكومية بتؤهلني يعني الأدب ما بيأكل عايش كبير بالضبط ما اضطر تشتغل طبعا وفي مصر مخصوص يعني فالوظيفة الحكومية تطلعني على نمازج من الشعب المصري في كل المحافظات سرية جدا بالمساوء وبالموزاني